تواجهت رسالة لوالي التطويل وتحدثت عن معلومات موجودين في الصحراء في منطقة معينة وقلت هذا مع بيجة وعبر دوز تجاوزاً للمجتمع المدني اللي راقب مليح الغادي هل هذه المعلومات مؤكدة سأذهب مباشرةً إلى الموضوع متكونش معلومات غير مؤكدة خطر عندنا شبكة ناشتين بيئيين نعضوا في الدولة وإدارة خاصة إدارة العام الغابات باش كل حد يتحمل مسؤوليته ونحمد ثروة الحيوانية ما تبقى من الثروة الحيوانية المعلومات هذه جاتني وتأكدت منها وعرفت أن حتى المجتمع المدني الموجود غاديك في تطويل يتحرك حتى الصيادين حتى هما يتحركوا ونشكرهم للتفاعل هذا جمعية الصيادين بقابس وبيلي وتطويل ومدنين اللي يتحركوا ويعطونا المعلومة ونوصلوها خطر هما هوات وحاجة نعطيها لك أن أي جامعية هي فوكينتاتيف اللي يحب يعمل الجامعية معناها معقول الجامعية الصيادين إجبارة بلاش كل ولاية يبقى فيها معمية معناها الرعاية معناها الاعتناء بالصيد والاعتناء بالمصيد زادا خطر لكما تماش ترايد لكما تماش ترايد ما تماش مصيد لكن تم حيوانات مهددة بالانقراض الدولة التونسية والدول الأخرى اللي جاية تصاد معناها هما كسواح ممضيين على التفاقية الدولية بيش يحموا ما تبقى من الثروات اللي هي موجودة فعلى القائمة الحمرة من لويسيان معناها الصندوق العالمي اللي صون الطبيعة وإذا بهم لقية هدايا يبعثوا ناس يخدموا لرواحهم موجودين في تطوين موجودين في كبلي موجودين في دوز خاصة ويمشوا يتفقدوا يخدموا سعد مجيد تحكي أنت يعني في رسالة متاعك على الناس يحمي فيهم الحارس الوطني يعني ما هيش حاجة اعتباطين هيش حاجة يعني جيت بالزهر هذا يعني حاجة ملظمة ومحميين كيف سيد الولي يعطي ترخيص حطر شكون يدخلوا الصحراء إلا الشركات اللي تخدم غديكة بترخيص سنوي أو ظرفي يعطيها سيد الولي ولا تاخذوا من من وزار الدفاع كيف سيد الولي يعطي الناس يدخلوا غديكة بأي غرض لاهم غرض للسياحة ولاهم غرض للتنقيب على النفط ولاهم غرض على صون الطبيعة هما يمشوا يحذروا لناس أخرين بشيجو كما صار في 2011 و2012 تصور معناها في 2011 93 يوم الخيمات موجودين وناس من قطر موجودين غديكة يستعدوا ومشيتهم حتى الغدي وعرفت وصورتهم وتوقفت وصيبوني ورجعتهم من غدوة بعد المنفذ وفي 53 يوم يستعدوا ووقفني الأمن قالك ممنوع عليك تدخل كي وريت عندي ترخيص بالسيد والي تطوين خلوني وجاني أمر من كرتاج مباشرة من سيد المرزوقي باش نروح ومعاش نرجع رجعتاني من غدوة بعد المنفذ لكن حبينا نعملوا قضية السيد علي المنفذ اكتب ذوي أصول خالجي محابش يكتب لي ذوي أصول قطرية بربي خلنختم معك قبل ما نسمعوا بطبيعة رأى خليفة وسأسي الحبيب تفعل شوية لتطوين معك بعد هالرسالة طلبنا كمجتمع مدني بشي يعطينا قائمة اللي شكون أعطاء بحكم القانون النفاذ المعلومة بشي يعطينا قائمة اللي شكون أعطاء الناس هذومة رفض والنفاذ المعلومة القانون متاع مارس يبدأ في حيث التنفيذ إلا في مارس 2017 يخرج ولكن ثم قانون المرسوم النفاذ المعلومة يعطينا شكون الناس هذومة حتى اللي كانت دخلين بنية الصيد الناس هذومة يشتبعوهم مش معقول تصير معناها إبادة للثروة الحيوانية اللي خمسين سنة معناها قبل 88 من مارس 88 بعد 7 نظمبر التو وقفة عام عام حرب الخليج الإبادة في الصحراء معناها في عهد الزين عبدين معناها خلاها وجلاها وتو قلنا كي جدت الثورة على الأقل تصير حماية للثورة هذه وإذا بي تقرينا في المكينة لو لا والإبادة ولو توقع ولدت بلاد زادة معناها شي مهول خطر ولدت بلاد قالك أحنا باش نمنعوهم الخليجين باش يصادوا هاتوا نحوه الثروة الحيوانية اللي كل معناها هذا مش حل هذه إبادة إضافية وناس حتى خاطر الوكريات الأسفار يعني يجيبوا في ناس باش تستاد في الغزال